انطلاقا من الاهتمام المستمر بجرح الجيش العربي السوري وبهدف سقل مهارتهم ومواهبهم في مجال التسويق والإعلان أقامت شركة إيلا ميديا على مدى يومين ورشة تدريبية لجرح الجيش العربي السوري من مركز ياسمينة الشام بحمص وللمستفيدين من برنامج جريح وطن التابع للأمانة السورية للتنمية عملنا دورة تدريبية كاملة لشركة ياسمين الشام اللي هي متخصصة كمان بالدعاية والإعلان لتقدر تفوت وتخود مجال عمل ضمن السوق السورية هنقدم لهم العديد من الشغلات أول شي موضوع الدورات التدريبية للكادر تبعون بالإضافة هنعطيهم كوكيل إعلاني ضمن محافظة حمص وندعمون ندربون ونأهلون لدخول السوق السورية بهذه دورة نحن راعينا أنه نحن نوصل للمتدربين مبادئ الأساسية لعلم التسويق ولعلم المبيعات بالإضافة لبعض المهارات اللي لاغنا عننا اليوم للشخص اللي يشتغل بهذا المجال فبلشنا بالفداية بمهارات الإبداع أخذنا شو هو الإبداع وكيف نحن فينا نستردسمر ونوظفه بحياتنا بعدين فتنا بعالم التسويق وأساسيات العملية التسويقية الناجحة والصحيحة في ختام الورشة تم توزيع الشهادات على المتدربين الذين أكدوا أنهم استفادوا بشكل كبير مما قدم لهم من معلومات تمكنهم من التمييز والتواجد في سوق العمل استفدنا كتير عطتنا معلومات زيادة عطتنا برامج دعم في شركتنا بحيث نتوسع بحيث الشركة مو بس تصير بحوص تصير بكافة المحافظات السورية بالتعاون مع شركة إيلها رح نوصل لكل الأسواق بسوريا نقدر نقدم خدمات لأعلام ونأثبت للأعلم كله أن سوريا مستمرة بحركة التطوير والأعمار ونحن جاهزين لدعم السوق بكافة الأمور اللي بتخص الدعاء والأعلام ومجال التسويق في كل مرة يؤكد جرح الجيش أنهم كما تميزوا في ساحات الميدان قادرون على التمييز والعطاء أيضا في ساحات العمل والدراسة والإنتاج وسيتغلبون على كل الصعاب بإرادتهم وطموحهم من حمص شيرين العلي الإخبارية السورية